لا الإطار التنسيقي يعني هو أنا أقول لك دائما ودائما أقول بينه الإطار التنسيقي هم لديهم أجندة خاصة بهم لا تمت بصلة إلى الوضع الداخلي أجندة يطبقوها ويريدون من خلال هذه الأجندة يعني يصلوا إلى ما يريدون فنحن لا نتوقع شيء جديد من الإطار التنسيقي مع الوسف الشديد أنا لا أعمل على الإطار ونحن جهات داخل الإطار يعني على كل الكلام واضح الكلام واضح الإطار التنسيقي منذ إعلان نتائج الانتخابات هم يريدون أن يؤخروا تشكيل الحكومة يوم باعتراض على نتائج الانتخابات ومن ثم بالاعتراض على الجلسة الافتتاحة وشرعيتة ومن ثم الاعتراض على الأستاذ وشار زيباري ومن ثم الاعتراض على يعني فتح باب الترشيح مرة أخرى الاعتراضات مستمرة من خلال هذه الطرق المتاحة هم يريدون تأخير تشكيل الحكومة ومن ثم ممكن يلجأوا إلى وسائل أخرى الهدف منه عدم تشكيل الحكومة وبقاء هذا الفراغ السياسي والحكومي في هذه الفترة لأنه تشكيل الحكومة لا تخدم جهات بعينها إذا كانت لدى العراق حكومة قوية تستطيع أن تقوم بين مهامها